الاشتراك في 401K وكيف يكون زكاته الاشتراك في 401K وده من حسابات التقاعد الأصل فيها أن تجتهد في استخدام الخيارات المشروعة الشيكات المشروعة التي تستثمن فيها حساباتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا وإن بقيت بقية لم تستطع فإنها تغتفر من أجل أن تحصل على الجزء الذي تهبه لك جهة العمل جهة العمل بتعمل ماتشنك بما تدخله إن وضعت مئة دولار وضع لك مئة دولار مثلها فبدل من أن أضيع على المسلمين المغتربين هذه الأموال الطائلة بنقول له اشترك وطهر مالك أخرج من مالك ما يقابل النسبة غير المشروعة من الكسب غير المشروع الذي غشي مالك أما زكاة الفور أونكي من شروط وجوب الزكاة في المال تمام الملك معناه القدر على حيازة المال القدر على الانتفاع به والتصرف فيه الفور أونكي اللي عنده فلوس فيها إذا أراد أن يسحب ماله يستقطعون منه ضرائب ويستقطعون منه غرامات ما بقي بعد هذين مال زكوي لو عنده مئة ألف دولار لو قاد أن يسحبها الآن كم يعطونه يعطونه ستين ألفا مثلا يستقطعون عشرين ألفا غرامات وعشرين ألفا ضرائب الباقي بعد استقطاع الضرائب والغرامات مال زكوي فهذه قضية ترجمة نانسي قنقر